بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم هعمل لكم الفطاير الفطاير السبانخ اللي عملتها يوم عزومة الفطور ما يسوى عليكم هالفطور كل يوم وصفة والفتة الفتة أنا عملتها من زمان فتة الحمص بس هالمرة عملناها طريقة أسهل هنا كيلو سبانخ نشيل الروس ونفرموا شوي خشن المقادير هتكون كلها مكتوبة عندكم شايفين ما نفرموا ناعم نفرموا خشن بدون غسيل لسه الحين هنغسلوا مع بعض نحطوا في مصفايا نرشوا بالملح الملح يساعد على أنه يطهروا ويبعد عنه يعني أي شيء نحطوا في مصفايا نغسلوا نكب الموية ثلاث مرات لما صير الموية نضيفة نخليه على جانبي ينشف تمام تمام نقطع بصلة كبيرة خشن مناعم نحن نبغى البصل يبين في الحشوة يصير طعمه مرحله نساخن زيت عادي مو زيل زيتون نقلب البصلة نرش عليها ملح تخليها لما شايفين لونها يبتدي يحمر نحط السبانخ على دفعات نحط دفعة نقلب لما ذوب نحط الدفعة الثانية بعدين الدفعة الثالثة عشان ما تطلع موية نقلب تمام ما نحط لها الحين ولا شيء لا بهارات ولا شيء شايفين لما شفنا المقلاية ناشفة ما فيها موية نخليها على جانب تبرد تمام نصاخن كوبين حليب دافي نتابه يكون يغلي نحط الخميرة الحين ملعقة أكل مليانة خميرة ونحط لها الحليب الدافي نحط لها نصف ملعقة أكل سكر ونقلب بأيدنا لما نحس ان السكر ذاب نحطها الحين نصف كوب زيت زيت عادي نباتي نقلب شوية الآن نحط لها الطحين الطحين ما له مقياس بالتدريج نحط الطحين لما حطينا دفعتين الطحين نحط ملعقتين صغار ملح كل كوب حليب يبغى له ملعقة صغيرة ملح ونقلب الآن نبتدي نحط الطحين بشويش شويش شويش لما نحصل على عجينة لينة لزجة شايفين ندهنها بالزيت هوريكم قوامها لازم ندهنها بالزيت قوامها يكون تلصق لينا مرة وتلصق بالإيد أحين أوريكم شايفين كيف لما شلتها كده بإيدي لسقط نغطيها بس شويه الآن نحط عصير الليمون على السبانخ عصير الليمونة كاملة كبيرة نحط ثلاثة ملاعق مليانة ديفس رمان ونحط خمس ملاعق سمق السمق يعطي حموضة وطعم مرة حلوه ما نكثر الليمون عشان ما صير الحشوة فيها موية تبلل العجينة نحط ملعقة صغيرة فلفل أسود نقلبها خفيف احنا حطينا ترى ملح مع البصل نتبهوا الحين هذي جبنا أشقوان نبشرها ناعم ونحطها الحين نقلب بإيدنا تقليب مو عجن مزج كده يختلطون شوية شوية زي كده ندهن اللوح اللي هنشتغل فيه بالزيت ناخد قطعة من العجين كبيرة شوي نعملها كده طويلة نقطعها كور ندحرجها بإيدنا نصير الكور ترى العجينة ما خليها ترتاح أبدا أبدا ما ترتاح الحين نرقها كده مستطيل نقطع الجوانب الأربعة نخليها متساوية نقطع هنا أربعة قطع بالسكين ناخد ملعقة من الحشوة نحطها على جنب ونلف أول جهة كده نضغط شوية بعدين نبرمها ونلفها نعملها حلزوني نحط الطرف تحت ونرتبها على صينية هعمل واحدة ثانية بعد لازم تقطعون الجوانب بالأربعة تكون شوي سميكة بعدين نلفها لو نقطع الترى عادي هي تنقطع بأحيانا بعضها ينقطع بعضها ما ينقطع لما نخلص من الجميع ندحن صفار بيتتين ونحط لهم شوي فلفل أسود الفلفل الأسود يودي كل الريحة أحسن من الخل ندهنها بالفرشة تمام ونحط زيتون أسود حبة زيتون أسود في الوسط الفرن يكون مولع من أول ساخن نحطها في الوسط تحمر من تحت ومن فوق يمكن ربع ساعة وخلص هذا هي طلعناها ورتبناها اليوم العزومة تتقدم ترى هذه باردة هذا هي قبل ما وديها فوق وهنا لازم أنا أضوق واحدة وهي حارة شايفين نحن نشوفون دخان يطلع منها تجنن تجنن الحين الفتة هذه الفتة بسيطة لكن مرة نذيذة الحمص الأبيض الكبير ما يبغى لبهارات ولا كمون من الليل نسلقه ربع ساعة ونخليه ينقع طول الليل نقطع الخبز اللبناني أو الشامي مربعات بالسكين بالمقص لأنه خفيف يعني حلو يطلع معاهم بعدين نعصر ليمونة يعني انتو اللي يحبها مضا كثر حط ليمونتين نحط ثلاث أسنان ثوم فتة يعني ثوم بس ما نكثر اللي يحب يكثر يعني اللي يحب يحط ثلاث أسنان ثوم نحط لهم العجة الصغيرة حطينا أربعة غشينا شوي ملح وندقها لما صير معجون نحط خمسمية جرام زبادي روب نحط له ثلاث ملاعق بليانة طحينة هردة راشي أقول لكم هذ الفتة هتعجبكم بالمرة خفيفة ودمها خفيف والله نحط الحين الليمون ونحط الثوم اللي دقيناه مع الملح احنا عادة أنا عملت الفتة من قبل ترى موجودة فتة الحمص الحين هذا يكون صاخن وذايب لازم الحمص يكون مسوي ذايب لأنه ما رح نطحن معه نحط الملح الحين ما رح يكون ما نخلطه مع الخلطة هذي بس ناخذ من الموية الموية فيها كل الطعم ما تتخيلون طعمها كأن نطحنين معها حمص نحن ما رح نطحن الحمص عشان نصير خفيفة مع الخبز الحمص اللي حنحطه معها يكفي الحين نقطة مهمة مهمة عشان الخبز ما يشرب زيت نحطه على دفعات نحط شوية ما نعبي المقلاية ونقلب والزيت يكون ساخن لو بارد حيشرب الزيت يصير دسم كده يصير أشجر وناشف على دفعات ونشيده على نشاب والحين في سمنة أو زبدة نقلب السنوبر لما يصير لون وردي بعد ما نشيله هو حيغمق زيادة ما نخلي من أول غامق بعدين هذه السمنة صارت سودة ما نقدر نحطها على الوجه الحين نحط الخبز طبقة واحدة الخلطة اللي عملناها نصبها فوقها الحمص هذي ترى ما فيها كمون ولا بهارات والله تجنة ما تتخيلون الحمص دايب مستوي فما يحتاج نطحنه مع الخلطة احنا لما هناكلوا معاها خلاص الحين هنصخن سمنة هذي للطشة فوق شايفين على الوجه لازم طشة السمنة ونرش لسنوبر ونزينوا بالفيونكات الخبز اللي عملناها الحين عاملها قدامكم وشوية فليف الحمرة مو سماء فليف الحمرة وخلاص ما زيناها كثير شايفين هنا للحريم ما زيناها كثير للرجال حطينا لهم مخلل وحطينا لهم ليمون الحين نعمل الفيونكات نقطع الخبز العربي مربع بعدين نقطع كل مربع ناخذ منه شريط واحد على جنبه الحين اللي قطعناها المربع كده نعملها زي البليسيه ثلاث ثانيات هذي ثانية هذي ثانية ثلاث ثانيات طيب اوكي نجيب اللي قطعناها طويل نلفوا حوالينها ترى مرة سهلة حتى عملوها من قبل وقلوها اعطوها في الفريزر للتزين اي وقت نحط فيها عود اسنان لما نخلص من الجميع نقليهم هم حينفرشون زيادة حتتفتح زيادة الوردة او الفيونكة شايفين زي كده اعمل واحدة ثانية بعد عشان التذكير نقطع المربع وناخذ منه شريط على جنب ن5000 ونعملها ثلاث ثانيات و بعدين نحط الشريط هذا حوالينها ونغزها بال.. نقليها بالعود و بعدين سهل مرة شنونه نقليها مثل ما قالنا الخبز حق الفتة بالضبط شايفين زي كذا عملنا كمية كبيرة وحطيناهم زينا فيهم الفتوش والزينون أي شي هذا لما قليناها كده انفتحت وهذا هو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب بعد كل يوم تعالوا كل يوم أسلناكم إن شاء الله في طبخات حلوة مرة مقرمشة مرة لذيذة وألف عافية عملوهم استمتعوا فيهم مرة سهلين ومرة بسيطين وخلصنا خلص طبخات العزومة بشركم خلص حنبتدي طبخات ثانية كل يوم تعالوا أسلناكم